طيب يعني هنكمل الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي واستعداده للماتش إن شاء الله المهم في تاريخه الحقيقة أنا بقول ده ماتش مهم في تاريخ النادي الأهلي مش عشان فقط بلعب ريال مدريد عشان النادي الأهلي بيبص لمنظور آخر في وجوده في العالمية من خلال بقى مركز مختلف عن المركز الثالث أو المركز الرابع وبالتالي التغلب على ريال مدريد بيحطه فيه منطقة تانية وهو لإلا المركز الأول أو الثاني ده أعتقد طموح موجود عند إدارة النادي الأهلي ولعبته وجماهيره من خلال الماتش اللي جاي إن شاء الله ده نحققه من خلال الفوز على ريال مدريد طيب الناس بتسأل ليه حسين الشحات ملعبش ماتش مبارح وإيه التغيير اللي ممكن يكون حصل ده في إن حسين مع إنه لعب ماتش كويس في ماتش اللي قبل كده قبل ماتش سياتل ماتش أوكلاند إيه اللي حصل هو من الواضح إن الراجل عايز يحافظ عليه شايفه إنه هو عمل مجهود كبير يعني الراجل مش مصاب ولا حاجة عشان بس الناس تبقى فهم حسين مش مصاب ولا حاجة هو عمل مجهود كبير في الفترة اللي فاتت وبالأخص في الماتش اللي فات اللي هو أوكلاند فحاب يريحه في مباراة سياتل ويلعب بيه لإنه عنده مجموعة تانية عنده الحقيقة البديل الموجود في المنطقة دي خلاص نتكلم في عوض الكهرباء الحقيقة عشان بس ندي الحق الكهرباء إدى أريحية في المنطقة دي كلها مش فقط في مركز الرأس حربة إدى أريحية وعوض الطاهر أكيد برضو زودت الموضوع ده وبالتالي عنده البدائل اللي تقدر لما يحس إن فيه العيب يتعب يقدر يريحه ويشارك آخر هنا بس إن الشحات كان سبب الأهم في عدم موجوده هو إنه عمل موجود كبير وبالتالي كان بيريحه فيه هذا اللقاء هنشوفه بقى الماتش اللي جاي ده هنشوف من خلال الاختيار الفني لكولر في بعض الأمور الخاصة بالاتمأنان على اللعبين من خلال كولر والجهاز الطبي خصوصاً واحد زي أفشة مثلاً اتحسد جالوا برد بعد الماتش وبالتالي فيه برنامج علاجي دي كده هتمرن بطريقة معينة لغاية لما البرد يطلع من جسمه عشان يقدر يشارك فيه الماتش اللي جاي حقيقة الرجل جاب جول حلو في توقيت صعب وجول مهم جداً بيصعب بيه نادي الأهل لدور قابل النهائي ده برضو أكيد الرجل لازم يتحسل يعني ده نقطة خاصة بأفشة وبعض اللعبين اللي بيتطمن من خلال الجهاز الطبي ميستر كولر على صحتهم في الفترة دي ترجمة نانسي قنقر